انضموا لنا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأساسي الحفار أهلاً بكم للصديو رافدين مع تأكيد روسيا للمعارضة أن شعار رحيل الأسد لن يرفع في سوتي القادم إذن ما جدوى ذهاب المعارضة للمؤتمر؟ أهلاً ومرحباً بكم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام الحقيقة لا تبدو أن هناك الكثير من الجدوى أو من الفائد التي تتفعوت على السورية والسوريين من الذهاب إلى مؤتمر سوتي وبعكسه للأسف يعني الروس قاموا في معظم المناسبات السابقة باستهداف الثوار والمدنيين في معظم مناطق سوريا لدى أي رفض للذهاب لأي مناسبة من هذه المناسبات السياسية وبالتالي هم يضعون الثوار والسوريين أماد خيار إما الذهاب لهذه المؤتمرات التي لا تجر أي فائدة أو جدوى حقيقية وعملية للإنجاز على الأرض وإما الامتناع عن الذهاب وتحمل عواقب القصص بالطائرات والبراميل وفتح النار وسقوط عشرات ومئات المدنيين بشكل يومي لكن ماذا إن فرض ما تريده روسيا عن رحيل الأسد ومقررات مؤتمر سوتيش على الشعب السوري في المدى القريب هل برأيك أن الشعب السوري سيقبل ما سيفرض عليه؟ هي البوادر التي على أساسها أو المنطلقات والمعايير وحتى الدوافع التي على أساسها قامت الثورة في سوريا وصارت بهذا المسار في حال أنه لم يتم معالجتها سواء من خلال المسار الحل السياسي الحالي أو من خلال أي مسار آخر فإننا سنكون أمام انفجار آخر للأوضاع خلال فترة قريبة قد تمتد لأشهر أو لسنوات قليلة حوالات للسوتي الآن وغيرها من المناسبات التي تحاول إعادة التاج النظام وتثبت إلى حد ما الجزء كبير من أركانه ولا تتطرق إلى أصل المشكلة المتمثلة بالأجهزة الأمنية والعسكرية وطبيعة المنظومة السياسية الدكتاتورية القائمة في سوريا والشمولية كل هذه الأسباب إذا نجحت روسيا لفرضنا أنها نجحت الآن في فرضها فأن الشعب السوري بتأكيد أن يتقبلها وسرعان ما ستنفجر الأوضاع عادلا وآدلا بوجه الروس وغيرهم وهذا سيعود بالفوضى مرة أخرى على المنطقة بالكامل وعلى العالم كما شاهدنا خلال الموجة السابقة من مصلحة كل العالم وليس فقط المنطقة وليس فقط الدول المحيطة وليس فقط الدول العربية أن يتم معالجة هذه الإشكالات والسوريون لا يطلبون الكثير السوريون يطلبون انتقالا سياسيا إلى دولة ذات نظام سياسي معقول ومقهول بحدود الدنيا على الأقل على مستوى العالم نعم لكن مطلب رحيل بشار الأسد في بداية الثورة السورية كان هذا المطلب ومطلب الثوار عندما خرجوا إلى الشوارع المطالبين بالثورة في سوريا ولكن كانت فترة من الفترات هناك من طلب بإلغاء مطلب تنحي بشار الأسد والتحول إلى حكومة مؤقتة يجري فيها تسير عملية الانتقال السياسي في البلاد هل سنعود إلى النقطة هذه بعد مؤتمر سوتي برأيك وهذا الذي تسعى روسيا إلى الوصول إليه لا للأسف مؤتمر سوتي بحسب الطروحات الأولية يسعى إلى ما هو أسوأ من ذلك هو يسعى إلى عملية انتخابات سياسية يشارك بها النظام وهذا بحث ذاته يعطي الشرعية للنظام ولا تضمن عملية انتقال سياسي أو تشكيل حكومة انتقالية أو القيام بأي خطوة إيجابية بخصوص إعادة بناء منظومة سياسية مكبولة في سوريا هو يعود بنا إلى ما دون هذه الخطوة التي تفضلتم بها إلى خطوة رقاء النظام وعادة إنتاجه بشكل أو بآخر والإطفاء الشرعية عليه ويحاولون الفرض على السوريين وعلى المعارضة السورية القبول به هذا ما يحاول مؤتمر سوتي يعني أتفع باتجاهه هل تسعى روسيا برأيك إلى جراء المعارضة حتى تنسحب من جليف ويصبح سوتي هو المؤتمر البديل الموثق لدى طرفي النزاع في سوريا المعارضة والنظام يعني المعارضة ليست في معرض الانسحاب من أي مبادرة سياسية هي بتأكيد استجابة لكل المبادرات السابقة أو المسارات وتستمر بانستجابة لكن الذي ينسحب هو عادة للأسف خلال فتر الماضي يسحبهم الضامنون هم المجتمع الدولي هم الجهات الدولية التي كانت تدفع باتجاه هذا المسار أو ذات إذا نجحت سوريا بدفع بهذه الأطراف الدولية إذا تبني مسار سوتي والتوقف عن الدفع باتجاه مسار مثلا جنيف أو مسارات أخرى فسيتم المضي به بنسبة ما لكن كما قلت سارفا هذا عاجلا أو أجلا سيرتطم بإرادة السوريين سيرتطم بأوضاع الميدانية في سوريا وسيؤدي بشكل أو بآخر إلى بجار الأوضاع بعد وقت ما هل بعد سبع سنوات من الثورة السورية هل هناك من لا زال حليف للثورة السورية والشعب السوري في حربه ضد النظام يعني هم الثوار والثوريون والثوريون عندما قاموا بثورتهم منذ سبع سنوات وحتى الآن لم يستشيروا أحدا ولم يتوقعوا أو يعتمدوا في ذلك على أحد هم طالبوا صحيح الجميع بالتدفر والوقوف إلى جانبهم محارسوا على إيجاد وجود حلفاء وأصدقاء والحصول على الشرعية ولكنهم استمروا في هذا المسار وهم يعلمون أن الحلفاء والأصدقاء قد يكونون موجودون وقد يعني يتخلون عن هذه الثورة اليوم هناك الكثيرون من من يدعون الصداقة في الثورة السورية أو يدعون أنهم يريدون الحل لسوريا أو يريدون مصلحة السوريين لكن نعلم جميعا أن مصلحة السوريين تكمن بشيء واحد وهو زوال هذا النظام من سوريا فمن يطالب بزوال النظام من سوريا ومن يسعى لهذا الأمر فعليا هو من أصدقاء الشعب السوري وما عداه فهو إما أعمى أو متعامي عن مصحة السورية نعم الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات من إسطنبول كنتم عن عبر الهاتف شكرا جزيلا لك